طيب في المحاضرة هذي ان شاء الله بدنا نكمل في موضوع السيرش يعني سريعا بدنا نعمل ركاب مراجعة سريعة انه مفهوم السيرش انه زي ما انتوا شايفين في الرسمة انه بدنا نبي الماشين امكانية لحل مشاكل كيف بدنا نخليها انه هي تحل مشاكل لانه احنا نعمل فورميليت للبروبلم اذا سيرش البروبلم فاذا نجحنا في هاي الشغلة ممكن انه نستخدم السيرش الالجوريثم عشان نعمل سولف للبروبلم اخدنا الدبث فرست تري سيرش انه احنا حكينا انه احنا في عنا ممكن نعمل ربزنتيش للسبيس انه عندي ازا تري هانت ازا غراف اوكي فبالنسبة للتريسيرش احنا اخدنا الدبث فرست هذا الالجوريثم على ايش بركز بركز على النود على النود الاعمق تمام يعني بيختار دائما النود الاعمق عشان يعملها اكس منت اما البريدث هو بيشتغل بشكل عرضي تمام يعني بمعنى انه هو بيعمل اكس مند للنود انطحلة او القريبة من الروت بالشكل عرضي اخدنا كذلك انه احنا دبجنا بين التنين انه احنا دمجنا بين الدبث والبريدث من خلال الاتراتف ديمانك الالجوريثم في هذا الالجوريثم انه احنا بنلف بيتريشن كيف يعني بروح بشغل الدبث الالجوريثم وبعطيله الليمت واحد للليفل واحد تمام وعملي اكسباند لنود اذا ما لقيت سوليوشن بروح على المستوى اللي بعده شغل الدبث فيرست الالجوريثم مع الدبث لمت بنحطه اثنين اذا ما فيش سوليوشن روح لي على المستوى الثالث وهكذا تمام بشكل اتريشن يعني منظلنا نكرر في الموضوع لغاية لما ناخدها مستويات 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 زيك زي ما انتو شايفين امامكم على السلايد بهذا الشكل تمام فكالالجوريثم افضل من يعني انت بتستخدم قوة التبث وقوة البتبث بيشن في خوارزمية واحدة وبعدين اخدنا الكوست سينسيتف سيرش انو انا عندي هاي القول تمام وهي انا عندي الستارت الفكرة في الكوست سينسيتف سيرش انو انا بدي اضيف الكوست على الاتجز بهذا الشكل انو تكلفة الانتقال من هاي النوت لهاي النوت تلاتة تمام وهاي هي الكريتيريا او المعيارة اللي بستخدمه في الاكسبانشن انو انا بطلع انو من النوت اللي اللي تكلفة الانتقال لقيلها اقل وبختارها تمام هذا الالغورثم حكينا اسمه يونيفورم كوست سيرش والفكرة في الموضوع انو زي ما انتم شايفين امامكم في الرسمة انو هاي الستارت وهي القول وهي انا عندي المسارات في الاس انا في عندي تلات خيارات انو اروح على الدي اروح على ال اي اروح على البي وهي كل واحدة منهم هاي تلاتة تسعة واحد هاي تلاتة تسعة واحد من الكوست تبعتها اقل الواحد اعملها اكسباند تمام الان لما روحت على البي انا ما عندي خيار الا اروح للكيو والتكلفة الانتقال للكيو 15 فبالتالي التكلفة الكوميليتف او التراكمية بتصير 16 فالان انا pavement عندي نوب الخيار Si18 من الاقلهم التلاتة بروح بالعمل إبقى ا 400 خيار لـ اصل للغول انه انا عندي هنا عشرة تمام وهنا يعني انه هادي تبعه النوت اوكي وحكينا عن الخصائص تبعه وكذلك حكينا عن مفهوم كيو اذا تتذكروا المحاضرة الماضية انه احنا حكينا انه تستخدم كيو ولكيو هادي ممكن يكون ليفو ممكن يكون فيفو او ممكن يكون بريوريتي تمام هذا الكلام احنا ذكرناه في السلايد في المحاضرات الماضية برضو بدي ااكد على الشغلة هادي ثواني اوكي في المحاضرة الثانية محاضرة السابقة يعني احنا لما حكينا عن الدبث الغرثم حكينا انه انه نوع لكيو تبعه ليفو او بيستخدم ستاك يعني طب تعارفين يعني شو يعني في ديت السكشار ستاك انه لاست ان فرست اوت اما في الدبث الغرثم حكينا انه نوع بيستخدم ديت السركشار كيو والنوع تبعها فيفو اوكي وفي الغرثم الكوست يونيفورم سيرش انه بيستخدم بريوريتي كيو تمام هاي النقطة انا بحب انه اكد عليها وهادي هي اللي اللي بتعني هاي اللي سلايد له هدي؟ هاي في محاضرة اليوم انه كل شي احنا عانا حبارة عن وان كيو فبالتلي انا بس مجرد انه مجرد انه انا يعني ام ام انه انا بستخدم كيو واحد اترتيبهم في الكيو بتكون حسب الخوارزمية طيب الان بدي اعكم كمان تركزوا في هاي النقطة ايش هي هاي النقطة حكينا عنها المحاضرة الماضية انو انا ممكن استخدم نفس الدالة في السيرش في مختلف الخارزميات وامرر لها شغلات مختلفة ليه البروبلم والستراتيجي شو وظيفة الستراتيجي ركزوني على السطر هذا هاي حطتلكم علي علامة الستراتيجي احنا مررناها ويش المقصود بالستراتيجي اما depth او breath او iterative deepening او uniform cost عكم algorithm لغاية الان اربع algorithm خليك متذكرهم كويس هيك بدي يكون في عندك big picture على الخارزميات اللي احنا اخدناها لغاية الان احنا لغاية الان اخدنا اربع خارزميات واحدة بتركز على العمق depth واحدة بتركز على على النود الضحلة ال pre-death واحدة بتركز على iterative deepening وال uniform cost search بتركز انه بتعمل expand للنود اللي اللي ال cost تبعتها اقل طيب السطر اللي بعده في الخارزمية ايش بتقول انه اذا النود هادي تحتوي على ال goal خلاص خلصنا رجع لي solution else expand the node and add resulting node to the search tree ايش معنات الكلام؟ معنات الكلام انه الخارزمية او الاستراتيجية عفوا ايش الوظيفة تبعتها تحديد النود اللي بدنا نعملها يعني اختيار node النود هادي اذا كانت goal خلصنا اذا ما كانتش بروح بعملها expand وهكذا باستمر في هذا اللوب until we find a solution تمام؟ فنفس ال function ولكن ايش بيختلف strategy تمام؟ هذا عشان هيك احنا بنسمي general algorithm او general function اوكي الان الخارزمية اللي احنا اخدناها لغاية الان احنا بنا نبدل في الجديد الان يعني هذا كله سابقا مجرد انا بعمل تلخيص للي احنا اخدناه سابقا عشان نقدر نلم الموضوع اللي احنا اخدناه سابقا بدنا نطلق عليه اسم uninformed search وبدي اياك ما تخلط بين uninformed search والuniform cost search ايش معنات uninformed؟ معناته انه search algorithm هادي blind. شو معنات blind؟ ما عنا اي معلومة على ال goal. وين موجود ال goal؟ ما عندي اي معلومة يعني زي ما انتم شفته الاستراتيجية بتركز على اختيار node وبفحص هل هي goal بتوقف مش goal بعملها expand and so on. فبالتالي ما عنده اي معلومة انه وين ال goal. اكم algorithm هاي هم ثلاثة اضافة عليهم اللي هما اذا مش بين هؤلاء التنين اللي حكينا عنه iterative deepening search اوكي؟ اذا اربعة خوارزميات هاي واحد اتنين تلاتة اربعة اوكي؟ في عنا نوع تاني من الخوارزميات ايش اسمه؟ اسمه search فهادي الخوارزميات بدي يكون في عندي معلومات اضافية المعلومات هادي عن ايش؟ عن ال goal where is the goal بمعنى اخر انه في search algorithm باجي بحكي انه هل النود هادي قريبة من ال goal فبكون الجواب يا اما لا مش قريبة بعيدة او انه A قريبة من ال goal من خلال scale معين او number معين زي ما تنش شايفين العدات هذا بهذا الشكل تمام؟ عشان نعرف هادول الالغورثم بنا نحكي اول على heuristic بنا نحكي على greedy search تمام؟ وال A star algorithm فيما بعد تمام؟ يعني هادول التنين عبارة عن هرزمية وهادول عبارة عن function تمام يا جماعة كمان مرة هادول عبارة عن function هنعرف اش هي دالة الهوريستيك تمام؟ وهدول التنين عبارة عن search algorithms طيب نيجي الهوريستيك شو معناة الهوريستيك الهوريستيك التعريف انه هي عبارة عن دالة بتعمل الى estimate تقدير انه how close the state to the goal قديش قريبة ال state هذي من ال goal تمام بلزمنا انه احنا نعمل design وهذا هو محل الاسئلة عندنا تمام بدي ياك تركز معايا كويس وين البطولة عندنا البطولة عندنا انه انت في هذا الكورس تروح تعملي تصميم لدالة لدالة heuristic تمام تستخدمها في search problem كيف بتذكر تصميم هاي الدالة هذا هو السؤال بيحتاج لتفكير عميق ومهارات تحليلية عالية اوكي طيب ناخد هذا الكلام على الباثينج اللي هو خريطة بوخرست او يعني قبل خريطة بوخرست خلينا ناخد هذا المثال الان انا عندي هاي ال agent تمام ايش في عندي خيارات وين اروح left or right or up تمام ممتاز على الشمال وعلى اليمين وup وين ال goal تبعي ضايل عندي حبة مش مأكولة وينها هاي اه في الزاوية بالزبط في الزاوية على اليسار صحيح الان بروح باخد كل action مش هذا انه عبارة عن نودي جديدة انه انا بضيارة بروح right هل right انا بجرب من ال goal ولا ببعد ببعد بروح بختار بالزبط شفتو كيف ايش الاضافة انا عندي في هادي الخورزمية انه بدو ينضاف معلومة اضافية في ال informed search ايش ال ليش احنا سمينا informed search لانه بيكون في عندي معلومة اضافية انه انه قديش انوت هادي او ال state هادي قريبة من ال goal هيك انت بتبعد عن ال goal ما تختارهاش طيب right عفوا left left اه بجرب من ال goal تمام وهذا هو الفكرة هنا انه لو اجيت وتطلعت هنا هنا انا عندي العداد انه هنا انا بدي اروح right تمام هل هادي قريبة من ال goal لا بختارهاش طيب لو رحت left هل هي قريبة من ال goal تمام ال goal هذا انه على اساس انه انا بدي يعني انه هايدا يعني هاي هاي مختلفة عن هاي تمام هادي انه باكمان بدي انا في عندي يأكل الحبات وهنا انه هادي عبارة عن ميز متاهة وهو بدي يحدد انه وين المسار للخروج فبالتالي لو راع على اليسار بيجرب من ال goal تمام فبالتالي انه هاي زي ما تشايفين انه هنا اه قريبة من ال goal هادي لا بعيدا من ال goal تمام فهنا على سبيل المثال في الباكمان ممكن نختار المنهات أو اليوكليديان دستمس اكيد مرت عليكم اللي هي عبارة عن انه انا عندي هيك سيتي بلوك انه عشرة وخمسة عشر فبالتالي انا عندي هنا احد عشر بوينت اثنين انه المسافة زي هيك تمام فبالتالي انت لو انتقلت للبوزيشن جديد تقدر تحدد تقيس المسافة هادي اه والله هادي عشرة طيب لو انتقلت للستات الجديدة ورحت عملت straight line زي هيك تمام هنا طلعت لك 11.8 مثلا او بعرفش كديش ممكن تطلع ممكن تطلع حتى 12 او 13 مش هعرف بس الفكرة في الموضوع انه هنا عشرة ولا 11.8 يميني الاقرب للجول لا هادي اقرب للجول عشرة اكيد تمام دكتور حتى لو مثلا الاقرب مثلا طريق مسكرة زي مثلا لو في تحت قاطع مثلا حتى لو قرب من هذا طريق مسكرة في الاخر مثلا هذا بعتبر انه فعليا هو ببعد ان يكون حتى لو تستمقلت ايه كلامك صحيح ايه 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 عشان هيك انه هنا بدي يكون في عندي معلومات تانية انه اه مش بس انه والله البوزيشن هذا قديش انه هو جريب عن الجول انه برضو بدي يكون في عندي يعني ستيب يعني نظرة لستيب فورورد انه اه اوكي يعني بعد يعني ستيبس معينة هل هذا الحل حيكون فيزة بالاكتر بالنسبة لأيدي او لا فحنشوف عشان هيك انا في عندي الجريدي الالجوريثم وفي عندي الاي ستار اللي هو يعتبر من افضل خوارزميات البحث طيب الآن نيجي للهيوريستيك فانكشن تمام بدنا نطبقها هذه احنا حطيناها هنا للباكمان قلنا انه ببساطة ممكن اعتبرها انه البنهاتين دستانس اوكي الآن نيجي للهيوريستيك فانكشن احنا نصمم دالة لخريطة بوخرست هيوريستيك فانكشن لخريطة بوخرست ايش ممكن يكون انا في عندي شغلة مقترحة ممكن استخدم حاجة اسمها لستريت لاين دستانس مع انه الاسمشن هذا مش بالضرورة انه يكون صحيح ولكن بيدي لك او مؤشر قديش انه الستي هادي او النود هادي قديش قريبة من بوخرست فبالتالي الستريت لاين دستانس انه على سبيل المثال من هاي المدينة بروح بقيس زي هيك المسافة الستريت لبوخرست وبرح بحطها فانا عندي هنا هاي قائمة بكل المدن والستريت لاين دستانس انا عندي من اراد لبوخرست هيها هيك بروح بضرب المسافة هيك كلها 366 من بوخرست لبوخرست صفر مسافة من بوخرست لبوخرست صفر مسافة من كروفيا لبوخرست 160 وهادي الدالة احنا ايش منا نسميها هاتش اكس دالتي هيورستيك ايش الدالة هادي وظيفة طبعتها ارجع هنا للتعريف انه هي عبارة عن استيميت قديش النود هادي قريبة من القول شوف المنطقية هاينا في الموضوع انه انا عندي في اراد اكم خيار عندي اروح لهادي المدينة وهاي وهاي المنطق بيقول انت اذا طلعت فوق انت بتبعد تبعد عن بوخرست فبالتالي ما تختارها فالهيورستيك زي ما انتم شايفين انه نوع يعني خلينا الخوارزمية بدناها شوي الذكاء النود يعني انت زي كأنه بدك تروح على الجنوب تمام وبتروح انت بتسلك طريق في الشمال يعني انت هيك بتبعد عن القول تبعك فلا ما تروح بهذا الاتجاه تمام فبالتالي انت بدك تصير تفاضل بين هاي وبين هاي مين لستريتلاين ديستانس تبعتهم انه اقل تمام هاجات اللي احنا حكينا عنه هذا فانكشن بدي ارجع لك هنا حكينا ازا ما حكيت لك انه هذا الهيوريستيك هذا عبارة عن فانكشن اما هدول التنين عبارة عن سيرشالجورثم هاي مكتوب عندك سيرشالجورثم حاجات الجريدي بدنا اياه يستخدم لهيوريستيك اوكي هاي الجريدي ايش الفكرة تبعته الفكرة تبعته اختار للنود الاقرب للجول طبعا تمام؟ ناخد مثال انا عندي اراد اراد قديش لستريتلاين ديستانس تلاتمية وستة وستين شايفها ستلك هيه القريضة هيك صغيرة على تلاتمية وستة وستين شايفها امامك اوكي الان انا في عندي تلات خيارات ايش هما زرنت وتميسورة وسيبوي انا عندي اربعمية تلاتمية واربعة وسبعين ميتين وستة وعشرين هدول من الين جبتهم؟ هذي الاتش اكس اللي احنا حكينا عنها والاتش اكس انا صممتها انا فترضتها ممكن تصمم شغل غيرها اه ممكن طبعا بس احنا بناخدها هنا كمثال وعدنا حنيجي بعد ما نخلص هدول السلايدز يعني كمان يعني بعد ما نخلص هدول السيرج الالكوريثم بدنا نهكي على الموضوع كيف انه انه ممكن تصمم هيورستيك فونكشن انه انت تفكر فيها تفكير عميق الان هادي الاربعمية و تراثمية واربعة وسبعين مين ايجات هايها اللي هي عبارة عن straight line distance اللي احنا حكينا اللي هي الاتش اكس اوكي وهادي نفس الشيء وهاي نفس الشيء مين اقرب تلاتمية ميتين وثلاتة وخمسين ولا تلاتمية وتسع عشرين ولا تلاتمية واربعة وسبعين لا هاي اقرب اوكي بعملها اكسباند طبعا هنا احنا مدام عنا 3 انت لما روحت على السيبوي ممكن انه انت ترجع لنفس المدينة اللي انت كنت فيها وهذا الخيار احنا حكينا انه يفترض انه انا اتجنبه في التري عشان ما يكونش في عندي تكرار في التري فهي انا مفي عندي خيار ارجع لاراد هاي و 366 او اروح لفجراس 176 او هاي المدينة 380 او مية وتلاتة وتسعين مين اصغرهم او اقربهم لل فجراس 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 بروح بعملها اكسباند وصلت لبخ فرس صفر خلاص هدا هو الحال تبعي تمام اوكي طيب واضح واضح دكتور تمام طيب نيجي للأستار الغورثب احنا ليش طميناه غريدي انه طماع يعني طماع انه بتطلع تحت رجلي طلعش لقدام احنا بدنا خوارج مية تطلع لقدام ليش 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 نسميه انه هو بتطلع تحت رجلي يعني هو بشوف مين النود اللي تكلفت الانتقال لها اقل بروح عليها يمكن انت لو اخترت نود تانية التكلفة تبعتها اعلى شوي بس حتريحك لقدام انه يعني بتديلك حل افضل فبالتالي غريدي الالغورثم ما بتطلع لهذا الشغل عشان هيك انه سمينا طماع طيب نيجي للأستار الالغورثم وهو واحد من الاشهر الالغورثم وافضل الالغورثم في السيرش يعني في السيرش الالغورثم في الاي اي الفكرة الاساسية تبعته انه انا بدي ادمج بين خبرز ميتين ايش هما اليونيفورم كوست سيرش بالاضافة لالغريدي تمام ادمجهم مع بعض في اي ستار طبعا هدول هذا على ايش بيعتمد على الاتش اكس صح لسه شرحناها قبل شوي واليونيفورم كوست سيرش عليش بيعتمد على دالة تانية بدي اسميها جي اكس تمام فبالتالي انه انا بدي اعمل كومبينيشن بين هدول التنين انه الاي ستار بدي يكون في عندي اف هي على اساسها بدي اختار اف اكس او اف اين بتساوي الاتش زائد الجي طمعا لنود معينة اوكي اوكي تمام فبالتالي يونيفورم كوست أوردر باي باث كوست بيركز على البوست على الكوست وهذا الباكورد كوست هيك انا بيكون في عندي نظرة يعني يعني راجعة بخصوص الكوست كمسار ككل فعشان هيك زيك انه بيكون في انا عندي نظرة لقدام اما الجريدي بيرتب المسار تبعي باي جول بروكزيميتي انه مقدار القرب من الجول وهدي بنسميها فورورد كوست وهدي اتش اكس هدي جي وهدي اتش تمام ها قيت هاي ماب وهاي تري تمام تلاحظوا انه كل نود ايش صار في عندي معنومتين اج و جي و جي كمام هالقيت الجي ايش متمثل الكوز المسافة بين كل نود و نود بالزبط بالزبط تكلفة الانتقال بين كل نود و نود انت الان في اس تمام وهدي الانيش نود فبالتالي انت عندك هنا الجي بصفر والاتش هي عبارة عن المسافة هادي الماب تمام هادي المسافة هادي الاتش ستة لاحظوا هنا الاي هايها قلة الاتش خمسة دي اتش اتنين هنا الجي صارت الاتش سفر انه هي يعني يعني هي القول نفسه اوكي هادي الاتش واحد هادي المسافة تمام بس هذا يفترض اللاين ما اجتم معنا يعني خليدي امسحه امسحه اوكي طيب الان نيجي للاي اي انا في عندي هنا في الاس في الستارت نود ما في عندي خيار الا انتقل للاي اي قديش تكلفة الانتقال واحد تمام فبالتالي هنا الانتقال للاي هاي الجي تبعتها واحد تمام والاتش تبعتها قديش خمسة خمسة قلت الديستنس بالزبط تمام طيب الان من اي في عندي خيار اكم خيار تلاتة اروح لا اي و دي و بي تمام الان ده انتقلت لا بي هاي قديش الجي تبعتها اتنين ليش اتنين واضحة على التري الجي بساوي اتنين صحيح ليش اتنين هنا في الباب لو تركزنا انه هاي ها واحد ليش اتنين صارت ما هو واحد زايد واحد بجوز صحيح تكلفة ما هي تكلفة تراكمية بالزبط واحد زايد واحد 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 اتنين تمام واله اللي هو هاي ها الستريت لاين ديستنس انه زي المسافة هاي ها ستة تمام الان دي اربع ليش اربع واحد زايد ثلاثة واحد زايد ثلاثة انا انتكل من بي الى سي صارت ثلاثة واله تبعتها هاي هاتنين الان بعمل اكسبامد للنود بنفس الكايفية يعني خلينا ناخد كمعا واحدة البي اه 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 البي هنا وين البي البي انا في عندي خيار انتقل لسي هايو بتصير انا عندي ثلاثة واحد زايد واحد زايد واحد ثلاثة والأتش سبعة والدي في عندي انتقال في عندي خيار الانتقال لجي متكلفة انه واحد زايد ثلاثة اربعة زايد اتنين ستة والأتش بصفر وهينا نفس الاشي انه انا عندي اي دي جي الان لما بدي اختار اجيت هاي بدي اطلع على الاف خمسة وواحد ستة بس انا ما عندي خيار تاني الان يجي هنا ايش في عندي في عندي الاف تمانية صح وهنا ستة ستة وهنا وعشرة عشرة ولا ستة ولا تمانية اكيد ستة 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 رح يروع على دي بالضبط واضح كيف الاختيار بالنسبة للإي ستار انه بركز على التنتينين على التنتين اللي هي الكوست بالاضافة ل قديش قرب النود هادي من القول نحن بسبب تمان فبالتالي هاي الاف ان هي عبارة عن الجي ان زايد الاتش ان اوكي طيب هنا بدي بس اوضح انه ايش هو الشرط انه نعمل تيرمينات للأستار. الشرط ان احنا نعمل ترمينت انه لازم اعمل دي كيو للجول. بس منعرف ايه يعني ان كيو و دي كيو. ان كيو ببساطة ايش ايش يعني? احط في الكيو. و دي كيو انه اطلع من الكيو. ليش انه احنا لانه قد يكون انه انا عندي في التري انه هاي النودس مسلا على سبيل مثال ا جي بي جي. مسلا سي. انه يكون في عندي اتنين جولز. انه عملت لهم ان كيو. بس هاي الاف تبعتها مسلا ثلاثة. وهادي الاف تبعتها سبعة. فبربد يعني مين اختار? ثلاثة. بروح بعملها دي كيو. فبالتالي بعمل ستوب. هاي معنات الكلام. فوتخط? صراحة لا. طيب. حقيت احنا اه في الخوارزميات السابقة كيف كنا انه احنا اتوقف. راجع الشرط هنا. ننصر الجول. هنا ويقول لك. if node contains the goal state. يبقى return the corresponding solution. وانت بتعرف انه في في الفنكشن. في اي مكان فيها ازا بتعمل return معنا ذلك انه stop. stop لللوب. يعني بطلع من وخلاص. يبقى اذا انت لقيت الجول اعمل stop. في الاي ستار بزبطش هدا الكلام. ليش? لانه انت وانت بتعمل expand للنود. ممكن انه انت تصادف الجول state. تمام? تضيفهم انت عندك في الكيو. بس قد يكون. انه انت عندك برضو في الكيو. برضو goal state تانية. كيف بدي اختار انهي وحدة فيهم انه المسار اللي بدي اروح له. بناء على ال F. هذه ال F تبعتها ثلاثة وهدي ال F تبعتها سبعة. وهدي هي ال goal. فبالتالي انا بروح بختار ال F تبعتها اقل. وبروح بعملها DQ بخرجها من الكيو. فاذا انت اخرجت ال goal state. من الكيو. معنى ذلك انه انت واجدت السليوشن فبالتالي اعمل stop. واتحط ابسط شوية ولا لسه? اه واضحة دكتور. تمام. اوكي. نيجي نطبق مثال. بدي احط لك الخريطة هادي كمان مرة. illustrate line distance. اوكي. والمطلوب الانتقال من اراد لمخرست. لاحظ انه احنا عنا في اراد. صفر ساعة 366. يساوي 366. هاي. ال F. اتفقنا صح? هذا اي ستار? الصفر هاي عبارة عن ايش? الجي. الجي. وال366. الجي. اللي هي بالضبط. مجموعهم 366. بعمل اكس ما لانو انا ما عندي خيار تاني. فصار انا عندي هنا الجي. زائد H. وهنا نفس الكلام جي. زائد H. وهنا جي. زائد H. فهنا طلع انه المحصلة محصلة ال F. اربعمية وتسعة واربعين. اربعمية واربعة وسبعين. تلاتمية تلاتة وتسعين. مين اقل ال F? سيبوي. سيبوي. بعملها اكس مانت. تمام? احنا اتفقنا انه اراد ما بدي اعملها تكرار. ما بدي اعمل تكرار في يش بيضال فيه عندي؟ اربعمية وخمسةار ستمية وواحد وسبعين اربعمية وتلاتة عشر مين اقلهم ؟ اربعمية وتلاتة عشر بعمل اكسباند. ايش بطلع عندي خيارات؟ خمسمية وتلاتة وخمسين اربعمية وسبعة عشر بعملها اكسباند. بس قبل خليني اعمل لهادول بس عشان اوارجيك شغلة. تمام? وهنا يفترض انه مع انه هنا بدي ارجع اذكرك مع انه لو انت بدك تطلع على الجي بس بيش في انت عندك? عفوا لو بدك تطلع على الالغورثي من الاتش. بتعندك مية وتلاتة وتسعين. تلاتة مية وتمانين مية وستة وسبعين. مين اقلهم? مية ستسبعين. وتتذكروا عملنا اكس ماندة فجراس. اوكي? تمام? بس احنا ما اخترناها ليش? لانه احنا ماشينا على الجي. عفوا ماشينا على الاف. والاف هنا بتقول انه 413 وهنا 415. لا باختار هاي. الان اخترتها وعملت اكسباند هيك. وهنا 417. تمام? الان وصلنا لبوخارست 418. 615. 607. الان بنقارن انه هادي. احنا وصلنا لبوخارست من خلال هذا المسار من خلال انه كانت الاف 450. نقارنها بهذه. صح انه هنا انا عندي فيه نود اعمق. تمام? ايو زي ما انت شايف زي هيك. لكن الكوست اقل. الاف اقل. يبقى هذا المسار تبع الاستار. اما هذا المسار. هيا ارسم لك ايا بلون تاني. هذا المسار تبع تمام انه لو احنا قاررنا صحيح انه هذا المسار انه اعمق ولكن انه الـ cost انه اقل فبالتالي الـ a-start بيضلو افضل افضل بكثير من 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 الـ طيب 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 دكتور في حالي تساول في قيمة الف في حالي تساول ايش مثلا فقرات و الثنتين تساول في نفس قيمة الف عامين بعمل expand ما معظم الالغوريثهم بتختار او بتشتر على الـ او بيختار واحدة منهم عشوائيا يعني وزي هيك طيب في هذا الـ لينك هاتلكم اياه في الـ تمام؟ خليني بس اعمال مشاركة بس اعمال 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 في عندكم هاته الطول جابا. عارفين الجابا. تمام? تروح هنا على جابا. اوكي. جابا اوراكل. وبتروح على جابا داونلود. اوكي. هادي هادي بتشغيل لك كل برامج الجابا. جاست انو انت بتعملها سيطة بحيش بها يمكن تلاتين او اربعين ميجا. اوكي. وبعد ما تخلص انو بتنزل نسخة الجار. نزلش نسخة الايكس اي. مش حتش سلم هاك. نزل نسخة الجار. نسخة الجار بعد ما تنزلها. هيها. تمام? بتشغلها زي هيك. هادي الطول بتساعدك انو انت تطبق كل خوارزميات آآ سيرج الالجورث من اللي احنا اخرناه. فهنا انت في عندك خيار انو انت تعمل هنا نود. تضغط على النود زي هيك وبتحطها بتحط اسم النود. بتحط الاتش تبعتها. وبتحط ايش النوع تبعها ولا جول نود. تمام? ولا ستارت نود. هادي اول نود بالنسبة لي بحطها ستارت نود. اوكي. ممكن احط الاتش تبعتها انو هادي بعيدة عن الجور بمقدار تمانية. اوكي. بحط نود تانية. بعلم عليها زي هيك. هاي نود واحد هادي ريجيولر نود والاتش تبعتها مثلا ممكن خلينا نقول ستة. اوكي. وبستمر هاي النود التالتة. تلاتة. لغاية لما نصل مثلا لجول نود والاتش في هذه الحالة يفترض انو تكون صفر. اوكي. فبعد ما اخلص هذا الكلام ايش بدي اسوي بدي اسوي اج. تمام بروح بربط زي هيك. ايش بطلع عندي بطلع عندي الاتش كوست تكلفة الانتقال من هادي لهادي اتنين. وعشان اظهر هذا الكلام بروح هنا على فيو. وبختار انو نود هيوريستيك. وكمان وره من الفيو بختار اج كوست. فهيو هادي الاتش تبعتها تبانية. تكلفة الانتقال من نود زيرو لنود واحد. عفوان اتنين هايو. وبكمل بقية انو هاي كمان اج. هادي التكلفة مثلا الانتقال اربعة. اوكي وهنا هاي يوصلنا للجول. التكلفة اوكي خليها واحد. وممكن برضو هادي كمان نخلي التكلفة تبعتها اربعة. بهادا الشكل. تمام. بعد ما أخلص هذا الكلام بروح على باختار الخوارزمية بروح على search search algorithm وبختار هاي الخوارزميات اللي احنا أخذنا معظمها تمام؟ أنه بختار هنا user defined أو branch and bound, a star, heuristic, depth first depth first, هدول تلاقي أنه عبارة عن دمج بين خوارزميات لكن احنا أخذنا معظمهم الآن نيجي بدنا نطبق بالدبث خلينا ممكن أنت تختار أنه تطلب منه يعمل لك step by step الحل شايف الحل وين هايو تحت تمام؟ هنا أنت موجود هنا في node zero path code zero تمام؟ هاي step هاي عمل؟ هايو معلم النود اتنتين هدول عملهم highlight بالأزرق أنه أنت في عندك النود هاي والنود هاي ايه جاب لك؟ جاب لك ال F value وال H تمام؟ مين هيختار؟ هاي ولا هاي؟ بنانا على الخوارزمية تبعت depth first نود واحد بالزبط هيختار نود واحد لأنه بدي روح يكمل على النود الأعمق تمام؟ بتظلك تكمل فبالتالي بيقول لك انه انت من نود zero لغاية نود ثلاثة لقول انه انت وصلت والباث كوت ستة والنود اكسباندي الثلاثة تمام؟ خليني أفتح أنا رسمة عقد من هيك فبختار هنا load sample وهب أختار هنا في هنا عندي symbol و extended خلينا ناخد extended شايفين كيف هي الرسمة معقدة لأعمل أنا زوم أنا ممكن أضبطهم بالمناسبة في من خلال ال select هنا شايفين كيف الأمور هاي هاي القول هاي هنا شايفين كيف تلتري ها دي معقدة بروح هنا على الصول و بروح بختار step step هاي بمشي زي هيك نشوف خطوة خطوة شايفين كيف step step ايش المسار اللي بيعمله expand لغاية لما اخلص في النهاية بيقول لك انه هنا ال path cost 37.3 وهي node expanded 21 و اخلص في النهاية ايش ال algorithm هاي algorithm selected depth first هاي هنا اوكي طيب نيجي نختار خوارزمية تانية ال breadth و بختار هنا و بختار هنا auto search دور 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 لغاية هيك بش step step انه بخلص هو كله فبحكيلي انه نتيجة انه 37.3 و node expanded 21 هدي كدش كانت كدش node expanded هناك هذا المتذكر اوكي هدي 21 نرجع مرة تانية لل depth و نقول له هنا شوف لنا الحل هنا 15 depth 15 و هداك 20 لا الدبث احسن طيب نشوف ال A star كيف وضعه و نقول له هنا و نقول له هنا اوكي فبالتالي تكلفة الحل هدا افضل في ال A star اوكي فمن هدي الطول يعني كتير ممتازة و حدي لكم فيها assignment يعني في في يعني المحاضرة الجاية ان شاء الله حدي لكم يعني حرف لكم ايش المطلوب في assignment في في هدي الطول فالهدف من هدي الطول انه انت يعني تستوع بالمفاهيم النظرية اللي احنا اخذناها بخصوص ال search algorithm و فعلا انه انت بتساعدك انه انت to define your problem تمام ويتحدد كيف يعني ايش ال search algorithm الانسب او تقارن بين الخورزميات هدول اوكي فا هده هي الطول زي ما انت شايف ال link تباحها في السلايد ممكن انه انت تنزلها وبالطلب منك انه انت تشتغل او يعني تنزل java عشان انه انت تشغلها اوكي تمام يا جماعة واضح يا جماعة اوكي واضح اوه دكتور تمام واضح دكتور طيب 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 لا لا لتوصع اكتر في الهيورستيك في انا عندي شغلة ازمها admissible heuristic شو بتاعني في عندي في عندي المسبل الهيورستيك او الاوبتميستيك هي عبارة عن هيورستيك بتعمل سلو داون للباد باث ولكن ما بتعملها اوت ويت للترو كوست شو معناتها دا الكلام؟ معنى الكلام انه 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 انا بدي يكون في عندي هنا عداد زي هيك انه بيدل انه هل انا قربت من الحل تمام؟ فبالتالي انه 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 بديني انه انا اوكي قربت من الحل او انه انا لقيتي لجور يعني انا رايح بالاتجاه الصحيح كل الخطوات اللي انا بعملها يا اما بتقربني من الحل يا اما انه انا بتوصلني للجور عشان هيك احنا بنسميه اوبتميستيك تمام؟ وكيف بيشتغل؟ بيعملوا بروح بعمل سلو داون للمسارات السيئة تمام؟ ولكن ما بيغير في الويتس تبعتها او بيقلل في الويتس تبعتها الان 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 هيورستيك او البس هيورستيك هيورستيك بتروح بتعمل and break down the optimality by trapping good plan on the french شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه وانه انا ماشي في مصار معين بتقول انه يفترض انه abundant hope نفقد الامل لا احنا بعدنا كتير ولا لا خليك ماشي ممكن انه هذا يوصلنا او يجربنا للحال تمام؟ فهذه هما فهذه هي الفرق من ال المسابل والان المسابل هيورستيك الان بدنا تشوف خصائص الاستار تمام؟ لو شفنا موضوع الديريكشن لاستخدام الكونتورس اتجاهات السيرش انا عندي في الونيفورم كوست بتلاقيه غالبا انه هو بدور في كل اتجاهات انه القول انا عندي هاي الستارت وهي القول بتلاقي انه هو فعلاً بتوسع في كل الاتجاهات عشان انه هو يلاقي القول بينما بينما ال استار فعلياً بفضل الخورزمية او الفنكشن اللي عنده اللي هي عبارة عن هاجين بين الهورستيك بين القرش والجي بنلاقي انه الاكسباند او الكونتور لاينز تبعات الاكسباند انه هي فعلاً بتروح باتجاه القول انه اتجاه التوسع باتجاه القول فبالتالي عدد النودز اللي بتكون اكسباندد في الاستار دائماً اقل بكتير من اي خورزمية تانية وهذا شفناه فعلاً في التول تمام؟ لو قررنا هذا الموضوع انه يعني ممكن انه انا عندي هنا في القريدي لاحظوا انه هذا المصار انه هيو داكن لانه هو انه كان موجود هنا تحرك بهذا الاتجاه مثلاً لقام سكر ورجع تاني او وراح بهذا الشكل تمام؟ فهو راح لهيك لقام سكر ورجع وراح لهذا المصار هاي المصار اللي عمله اكسباند هذا بالنسبة للجريدي اما بالنسبة لل بتلاقي انه هو عشان يصل لهاي القول تبعي بلاقي انه فعلاً انه هو استكشف كل الاتجاهات راح انه دور في كل المصارات اما الاي ستار تمام؟ انه عشانه هو هجين بين الاتنين فعلاً بتلاقي انه الخريطة انه جاية بين هاي وبين هاي انه فعلاً بستكشف اتجاهات جديدة تمام؟ لكن في نفس الوقت يعني لما 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 لقى انه المصار مسكر فبروح رجع للمصار وانه حدد يعني وجد القول بعدد مصارات اقل من اليونيفورم تمام؟ فهو فعلاً الاي ستار يعني هذه الرسمة فعلاً بتوضح لك ان الاي ستار هو عبارة عن هجين بين اليونيفورم والجريدي طيب creating heuristic هادي هذا اكتر موضوع مهم من المواضيع المهمة جداً عنا في الكورس انه كيف ممكن تصمم لهيورستيك يعني في بوخارست احنا حكينا انه heuristic هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن straight line distance ايش ممكن تقترح لي غيرها؟ مين يقترح لي غيرها؟ دكتور قطع عندي الصوت شوية ما تسميتكش اذا ممكن تقيد ايف؟ قطع عندي الصوت شوية اذا ممكن تقيد بحكي انه احنا في في الخريطة طبعة بوخارست احنا اطرحنا heuristic function وهي عبارة عن straight line distance ايش ممكن تقترحوا شغل غيرها؟ نسي هنالة قلت لك بلقرطة الثانية ممكن استخد ماء عنا زي اييك ستار أو غيرها ما لا 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 إذا أنت ذاك توصل مدينة ممكن أن يكون عن طريق السيارة مثلا أو عن طريق الطائرة مثلا طيب أعرفش إذا هيك أنت يعني سؤال أنت فاهمين السؤال خلينا نتفق على شغلات شو هي الحيوريستيك هي عبارة عن دالة ديستانس أيو تمام فانكشن دالة إيش بتعمل؟ إيش بتديني معلومات عن إيش؟ كديش مقدار أنه هذه النود قريبة من القول أنا قريبة من القول أو لا طمع عاجت إحنا اخترحنا إيش ممكن تخترح شغلة تانية غير هيك الشرط دكتور يعني ممكن إحنا نختار نمشي في الطريق يعني الأقرب أو الأسرع يعني كمان مرة أنتو بتخلطوا السيرش مع الهوريستيك فانكشن كمان مرة الهوريستيك فانكشن هي عبارة عن دالة وظيفتها وظيفة محددة وهي إعطاء معلومات على شكل الرقم عن مقدار قرب نود معينة من الهدف فكيف ممكن إنو لخريطة بوخارست نقطرح نقطرح هوريستيك فانكشن تانية غير ممكن مش إنو بستريت إنو هي الكربها مثلا بالورب أو ما مثلا بالشارك ممكن إحنا ممكن مش بالستريت يعني يعني مش إنو خلينا ناخد المداخلات واحدة واحدة مين مين بدها تحب تحكي أول يعني دكتور الستريت رود أو الطريق الستريت يعني اللي هي بتكون ممكن تكون ممكن تكون أطول طريق ممكن طريق طريق الستريت أطول طريق ممكن هيك يعني قصدك فيها لما اخترتها ستريت ولا ليش يعني ستريت سميتها ستريت يعني خط مستقيم يعني أنا عندي هاي الخريطة زي هيك هاي خريطة بوخارست تمام الآن يعني يعني إنو الآن في خط مستقيم بين زرناد وبوخارست مفيش مفيش طريق مستقيم لو أنا بدي أروح من زرناد لبوخارست يا إما بدي أروح هيك تمام مش خط مستقيم يا إما بدي أنزل هيك أو بدي أروح مسارات تانية مختلفة ففي عندي عدة مسارات فروحت للتبسيد إيش عملت آه حكيت إنو الطريق الستريت مثلا كائلها كل واحدة وزني رحت عملت خط مستقيم لبوخارست مع أنه يعني معرفتش الظبط مستقيم مية في المية بس الفكرة في الموضوع أنه أنا افترضت أنه يعني أنه في خط مستقيم بين زرناد وبوخارست وروحت قسط هذه المسافة وعبرت عنها آه يعني ستريت لاين ديستانس واتحط فهي المقصود بأنه يعني أنا عملت والأسامشن هذا للتبسيد مع أنه هو مش موجود بالواقع يعني إلا أنه فعلاً أداني مؤشر جديش كل مدينة قريبة من طب ممكن دكتوري يعني أنت فهمت عليك يعني ده أنا ناخد مثال تاني قبل ما أنه أنت تغترحي يعني على سبيل المثال نمت نفترض أنه أنا عندي تارجت أو خلينا أنه أنا عندي هاي الستارت وهاي التارجت الآن فيش طريق أصلاً فيش طريق معبدة أصلاً بين نمت وفجراس لكن الأسامشن اللي عملته بروح بعبر عن الستريت لاين ديستانس أنه الأتش هادي بتساوي مثلاً سبعة طب الخيار التاني أنه هاي أنه أنا بدي أروح هيك أو هيك الخيار التاني شو الأتش تبعها هاي وقسط لستريت لاين ديستانس لقيت أنه الأتش بتساوي تمانية تمام فعلى أساس أنه أنه أنا بدي أختار الأتش الأقل للسبعة إلا أنه أصلاً يستحيل أنتقل من نمت لفجراس لأنه لا توجد طريق معبدة فبالتالي في مشكلة في لكن لكن إحنا عملناها للتبسيط واتحط الأمور كيف فأنا بقترح بقترح دالة الدالة هادي بتعبر عن مدى قرب مدينة معينة من الهدف بتديني مؤشر أي نعم لكن في بعض الأحيان بيكون فيها إشكاليات إيش أنتو ممكن تقترحوا يعني دالة تانية أتش تانية هيورستيك تاني بدل بديل عن straight line distance دكتور بديل ثاني يتعلق بعدد النوت زي اللي بمشي عليهم مثلا عدد المحطات اللي بدي أمرك من خلالها حتى أوصل لهاي النقطة ممتاز هذا اقتراح معقول يعني زملتكم تحكي أنه أنا عندي من أراد بس أنا في عندي أكتر من مصار من أراد أنا بلزمني أروح من أراد لبخارست أنه أنا عدي على مدينة تنتين ثلاثة مدينة الثالثة بكون في بخارست تمام وفي عندي خيار تاني أنه هاي مدينة تنتين ثلاثة أربعة بس هذا وين العيب طبعه بطلع أنه ممكن يكون في مسار ممكن يكون آه طويل أطول مسافة بعيدة يعني يعني ممكن يكون عدد المدن أقل بس بين المدينة والتانية المسافة بعيدة كثير بالضبط هاي لديكم تسووا لما ناجح أسألكم أسئلة تروحوا تقول لي أنا والله بقترح هذه الدالة تمام المشكلة تبعتها أنه كذا تمام ولكن الفوائد تبعتها أنه هو شوفه والله بفتر الدالة الدالة هي عبارة عن مثلا عدد المدن أو عبارة عن مجموعة المسافات هذه 140 زائد 80 زائد 97 زائد 101 تمام وممكن أنه أنت تروح تحكي لي بس عابل الشغلة هذه أنه أي نعم ممكن أنه يكون مصار في عدد مدن أقل لكن طويل ومصار ثاني في عدد مدن أكتر ولكن أقصر يعني بيكون فهي تحليل اللي بدي يعني منكم عشان هيك أنا مصر أنه أنا ظلني يعني أحفزكم وأسألكم أسئلة عشان تعرفوا أنه إحنا على أيش بندندن إحنا بندندن على أسئلة منها النوع في كان حدا نبدو يعمل مدخلة مين مين كان دكتور يعني نقدر نقدر نسميها زيكزاق زيكزاق وي ليش شو يعني 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 قصد إن مثلا زامة هي حكت زميت إنو نوصل يعني بس ولكن إنو إنو من مدينة مدينة تنوصل إلى جورج والله يساعدك إحنا لا تخلط بين search وبين function كمان مرة يا جماعة هي عبارة عن دالة تعبر عن قرب النود للقور تمام مش مش هو عبارة عن المسار الكامل الذي أسلكه عبارة عن دالة يفترض ترجع لرقم عقيت أنا ليش حكيت إنو زملتكم إنو الاقتراح مقبول لأنو دالة هدي بترجع لرقم هي بتقول إنو والله بين مدينة أراد أو عفوا بين مدينة تميسورة وبوخرست 17 مدينة وبين مدينة سيبوي وبوخرست أربع مدن فبالتالي عبرت عنها ب quantity قلت أوكي مقبول إنو هو أوكي يعني أنا لازمني أروح لمدينة معينة أروح من خلال سيبوي ولا من تميسورة إذا روحت من خلال سيبوي بلزمني أعبر أربع مدن أعدي على أربع مدن وهذي بلزمني من تميسورة بلزمني أعدي على 17 مدينة لا كهيوريستيك كفتنة كمنطق وذكاء يقول لا ليش أعدي 17 مدينة بروح على هذيك أربع مدن هوب اللي أنا بيكون في بوخارست فبالتالي عبر عنها بشكل بدي دالة ترجع لي رقم مش مسار مش مسار أنت بتحكيني زيجزاج معنى ذلك أنه أنت دخلت في سيرج مسار أنا ما بدي مسار أنا بدي رقم تمام دكتور بيك وضحة مية مية أقام هذي المحطوط هذي المسافات ولا مية واربعين والتمانين هذي نعم هذي المسافة بين آراد وسبوي وهذي بين سبوي وهاي المدينة وهكذا شو بدي وممكن نختار أنه يعني أنه يقيس المسافة مجموعة المسافات مدام أنه ناتج عبره عن رقم من قبول بيدي بيدي مؤشر أنه قديش قرب المسافة هات نجرب هيك بدي إياكم تحلل هاي بدي أمسح هذا كله إحنا بدنا نركز على مدينتين اللي هما إيش هذول إنه أنا موجود في أراد تمام هذا الخيار اللي فوق خلاص بدنا ننسى أوكي أنا في عندي سبوي وتميسورة بدي أروح على وين على بوخرست الآن ممكن أخذ تمانين زائد في هنا صفر زائد سبعة وتسين تسعين سبعة زائد مية واحد تمام هذه عبارة عن الف عفوا هذه عبارة عن ال H الآن نحسب ال H لتميسورة هي عبارة عن H الآن بدي أفترض أنه أنا بدي أمشي المسار هذا المنطقي زي هيك اللي هو عبارة مية وحد عش زائد سبعين زائد سبعين خمسة زائد مية وعشرين زائد مية تمانية وتلاتين زائد مية وواحد من يطلع لناتج هذا الرقام أنا عندي مية وثمانين مية وثمانين وثمانين تمانية وثمانين ميتين وثمانين تمانية وثمانين مية وحد عش زائد سبع مية سبعين زائد خمسة وسبعين زائد مية وعشرين زائد مية وثمانية 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 زائد مية وواحد بتطع تقريبا ستمية واثنين ستمية وثلاث مش عارف بس أنا حسبت فيك كالكوليتين على السريع في راسي يعني مش مزبوط رف رف كالكوليش رح سب لك إياها أقول لك أنا عندي هنا هاي أمامي كالكوليتور مية وحد عش زائد أكتر من ستمية وعشر بتخيل زائد سبعة خمسة زائد واحد ومية وعشرين زائد واحد ترتين ثمانية زائد مية واحد ستمية وخمسة عش أنا حسبت بدون الخمسة خمسة وسبعين ستمية وعشر بالضبط بطلع مزبوط تمام ف 278 ولا ستمية وخمسة عش أزا نمبر فعلا بيديني انطباع النسب وهي أقرب للجول فبزبط تمام شفتوا كيف إنه أ Ivan شرط أنا أفكر في بدائل هاي المطلوب مني مطلوب مني إنه أفكر وأحالل وأحط ندال من عندي تمام وأشوف أجربها يعني هيك بدي يك تمسك الورقة والقلم وتصير تفكر إنه لو استخدامنا مطلع آه بتديني مؤشر إنه قديش إنه مقدار إنه قريب هات نجربها على المدينة الفنانية هات نجربها قديش بطلع ناتج as a quantity as a number تمام هل فعلا بتدي انطباع إنه هاد المدينة أقرب صحيح لا طب نجرب عدد المدن طب نجرب المجموعة المسافات هيك بدي أشوف أفكر في مدائك لو مثلا دكتور كان شخص بيحكي إنه أنا مثلا بدي أنتقل من هاي الدولة لهاي الدولة بشرط إني أمر مثلا من دولتين ساحليات هذا الإشي نفس الإشي بنطبق عليه هذا بكون إنه يعني هو عبارة لا هيك إحنا دخلنا في موضوع الconstraints أو القيود في فرق بين أو بناءً على عدد المناطق الساحليين لا 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 إحنا بدنا نلتزم بالتعريف إيش التعريف؟ تعريف دالة الهيورستيك هي عبارة عن دالة بتعمل استمد لنود معين نود معينة قديش إنه هي قريبة من القول اللي حضرتك بتحكي عنه هو عبارة عن ايش الابتوميزيزيشن بروبلم؟ إيش الابتوميزيزيشن بروبلم؟ بحكي إنه أنا بدي حل بس بشرط إنه يكون القيد إنه مثلا إنه يكون كذا وكذا وكذا وإنه يكون أعدي من مدينة الساحلية أو مثلا بدي بدي أعمل منتج والمنتج هذا بدي هامش الربح في هلقات ما يقلش عن كذا وفي نفس الوقت بدي الجودة تكون بالحد الأدنى كذا فهي عبارة عن سيرش إنه إيش هي الخليط اللي أنا بدي أستخدمه من مواد خام عشان أعمل يعني منتج معين لأنه المواد الخام بتكلف وفي نفس الوقت إنه بدي هامش الربح هلقات وفي نفس الوقت بدي جودة هلقات وممكن يكون الكونسريتس هذي متضاربة لأنه الجودة عكس هامش الربح فبالتالي هذي لكن اللي إحنا طالبينه طالبين هيريستيك فونكشن والهيريستيك فونكشن عادة هي عبارة عن مؤشر لمدى قرب النود من القول ويفترض إنه ما يكون في قيود عليها لأنه إنه إحنا حكينا عملنا أسومبشن والأصل فيها الريلاكسيشن كان برضو برجع بكرر لك شو الريلاكسيشن إنه بسط الأمور يعني أعمل أسومبشن حتى لو مش حقيقية وزي ما شفنا إنه المثال هنا إنه قصنا الستريتلاين ديستانس بين نيمت وفاقراس مع إنه ما فيش طريق معبدة هنا كله غابات ولا يمكن سيارة تمشي تمام هاي ما فهوم الريلاكسيشن عادة في الهيريستيك فونكشن إحنا نتجه باتجاه الريلاكسيشن وما بنحط قيود لكن القيود رح تجينا في الـ AI الكونسترينتز رح تجينا في الـ AI في الـ الـ حتيجة يعني حنعدي عليها إن شاء الله في الـ وحنشوف فعلا في قيود يعني أوكي تمام يا جماعة آه تمام دكتور دمشبيل أوكي طيب بدياكوا تعملوا معايا reaction اللي حاسز إنه الأمور تمام ممكن يعمل react ويعمل لي thumbs up على الزوم فيه إنتا عندك تحت أو فوق بعرفيش يعني إنتا ممكن تعمل react في الـ options وفيه إنتا عندك ممكن تعمل thumbs up ما في حدا نوصلها react يعني دكتور كستك reaction معين ولا شو react react على الزوم react على الزوم إنتا في عندكم هنا في الخيارات تحت إنه مش عارف وين مكانها بالضبط إنه في الشاشة عشان أنا عامل مشاركة للشاشة يعني خليني أعمل يعني إنتا ممكن إنه عامل بجرّب مو الزابط دكتور مو الزابط هاينا في الـ reaction في بنحط إنه thumbs up مو الزابط طي رايز هاند شوف رايز هاند بتطلع رايز هاند لحظة هاي أهلا شوف رايز هاند هندغط عليها ما عرش إذا طلع يعني دكتور ظهر للكل فوق إنه كل واحد شو حط الريز هاند ظهر أنا عندي لكن الثمز أب ما ظهر عندي اي أنا شوفت الكل حط الثمز أب يمكن عشان أنا عامل مشاركة للشاشة ما شفتها أوكي هيك الأمور تمام آل أوكي 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 المفهومة المفهومة عرفنا ايش هذا المصطلح شو بيعني هذا المصطلح اني انا اختار طريقة معينة تكون مريحة تعمل للبراوم يعني انه انت تبسطها ما تحط فيها تفاصيل كتير وتعقيدات كتيرة تمام اوكي زي مفهوم مع انه واقعية هذا relaxation بالزبط انه انت تجرده من التفاصيل وزي قصة المنهات مع انه زي ما حكى زميلكم انه اوكي انا في عندي عائق هنا وفي عندي عائق هنا في طريق مسكرة ممكن يكون كذا بس لكن انه بتديني انطباع انه اروح يمين ولا شمال ولا فوق اي اتجاه بيقربني من الهدف هاي الفكرة في الموضوع طيب الان بناخد مثال المثال بناخده عن الاتبازل كلكم تعرفوا الاتبازل لا توقع بالهيك يا محضورة يا ملعدنا طيب ايش الفكرة هنا انه انت في عندك start state تسع خنات تسع خنات بالزبط في انت عندك start state وانت ممكن تعمل مجموعة من الaction ايش الactions انه انه انت ممكن تحرك التايل الموفمنت الحركات بالزبط انه يمين وشمال وفوق تحت زي ما احنا شفنا وايش الgoal الgoal انه انت عندك اول خانة فاضية وتروح ترتبهم بالترتيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهذه الخانة الفاضية تكون هنا اوكي ف بدي تشتغلها تعمل heuristic function اول حاجة ايش بتكتعمل بنسألي what are the states ايش هي state كيف شكل state state هو عبارة عن ترتيب ارقام ممكن اعبر عليها برمجين as a string كيف يعني as a string يعني قصدك دكتور مثلا شو الحالات اللي ممكن تكون معاي ممكن تكون معاي واحد جمهة تنين جمهة ثلاثة وبعدين ستة ستة سبعة ثمانية اختبعة خمسة مثلا يعني كل الحالات الممكن اللي ترتيب الارقام تكونوا مع بعض بالضغط وعشان هيك خليني اعمل اعادة share للشاشة هاي شايفين النطباد الشكل ممكن انا عندي اللي هو اتنين سبعة اربعة خمسة خانة فاضية ستة كيف ممكن امثل انا في الحاسوب ازا ستينك اتنين او غفن سبعة اتنين اربعة خمسة اربعة خمسة الخانة الفاضية ممكن احطها ادر سكور احطها اوكي ادر سكور او زيرو وطفر يعني ستة تمانية ثلاثة واحد تمانية ثلاثة واحد سترينك صح ممكن تكون في عندي ستيت تانية الستيت التانية انه ممكن تكون انا عندي زي هيك ممكن بتعترض انه اثنين ثلاثة واحد بعدها في خانة فاضية بعدها اربعة تمانية خمسة سبعة ستة خمسة واحد او واحد خمسة خمسة اربعة واحد استخدمناها دكتور اربعة هيا حكنا واحد استخدمناها اجضايل ستة ستة صحيح بالزبط تمام فبالتالي يعني هذ هي يعني انت زي كأنه انت بتمثل الستيت يعني هي انت موجودة عندك في الحاسوب انه انت ممكن تمثلها بهذا الشكل طيب الان بدنا نيجي انه احنا نعد عددها كمش انا عندي عدد الستيت اكم الستيت ممكنة اكتر اكتر كيف بدك تحسبهم عبارة عن تبديل وتوافيق اه اخذنا ايش بالاحتمالات بالزبط انه ايش كل الاحتمالات انت عندك انه عشان انه اه 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 علاقة بعددهم انك تسعة مرفوعة للقوة اه اه او اتنين مرفوعة للقوة تسعة اعتقد اه اه اتنين مرفوعة للقوة انك واحد بتخيل اش ذاكرة انا بالظبط ممكن مش ذاكر ايه اوكي هي موجودة انا عندي في سلايد تاني انا برضو مش منذكر بالظبط ايش هي تمام اه ضبط ايش الان النوات الممكنة لالستارت استيت what should be the cost 4 أول إش عدد الاستيت الممكنة تكون للمداية ممكن تكون 9 إما تكون فاضية أو واحدة من الثمن أرقام التانية كيف القاست no اللي قبلها اللي هي عدد سكسسور نوات how many سكسسور from the start state أنت قصدك فيها أنه إيش احتمالية تكون الخانة الأولى هذا السؤال لا لا السكسسور السكسسور معناها أنه عدد حالات النجاح نفترض أنه أنا عندي هاي الانيشال استيت تمام حلقيت أنا عندي هنا أكم احتمال ممكن يكون فيه عندي فعبة في بعض الأحيان أربع احتمالات وممكن يكون فيه عندي ثلاث احتمالات يعني هنا أو غفوا ممكن يكون احتمالين يعني أنا ونتقدر أحركها بالضبط يعني هنا أنا ممكن أطلع الثلاثة فوق وهنا أجيب الستة هنا صح؟ هنا في عندي احتمالين في عندي في بعض الأماكن التانية إنه يعني لو كانت إنه على سبيل المثال موجودة في كلها على فكرة بالمناسبة إنه عبار عن احتمالين صح؟ فبالتالي هنا عدد الاحتمالات هو كأنه بيحكي من عند الستارتستيت يعني أول وحدة بالضبط يعني أدى أول وحدة ممكن تكون كمان تنتين بس بالضبط في كل الحالات كله تنتين بالضبط بالضبط وهنا أنا عندك احتمال تنتين طيب هي جوابنا على هذا السؤال السؤال الأخير ماذا يجب أن تنتين بالضبط ماذا تكلفة الانتقال بين هنا لأهنا؟ واحد بالضبط بحطهم كلهم واحد قطوة واحد بالضبط الآن بيصير في الآخر إنه أنا إيش بدي أسوي بدي أروح أنا بس أنا جلبت على السلايدي اللي وراها عشان بدي سبيل هيك أرسلهم فيه إنه أنا عندي هاي ستارت نود تمام إنه بفرعت زي هيك أوكي إنه بعد أكمل نود أنا وصلت للجول نجمحهم واحد 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 يعني أنا ممكن عندي لك الآية بزل تروح تحلها بسبع حركات قدي لحداً تاني يحلها بـ 18 حركات حداً تالت ممكن يحلها بـ 23 أنا إيش بدي بدي أحل بعدد حركات أقل أوكي؟ طيب كيف بنا نحدد هذا هو السؤال كيف بنا نحدد إنه والله هذه النود أقرب للغول من هاي النوع وهذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن دالت لهيريستيك صح؟ كيف ممكن إنه نعبر عن هذا الكلام؟ شوق مختلحاتكم؟ شوق مختلحاتكم؟ ممكن أختار بما إنه الديستانس كنها زي بعض مش حل لا 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 في فرق بين الديستانس هادي الجي أنا ما بدي الجي الجي سبتناها كلها واحد يعني عفوا يعني في أي ستيت أنا موجود فيها تمام؟ الأكشن اللي أسوي يا أما حاجيب الثلاثة هنا في النص يا أما حاجيب الستة هنا في النص وكلها عبارة عن one movement فبالتالي كل الجي تابعت كل اللي تري تبعتي واحد الآن نيجي للأتش كيف بدي أقدر أقول إنه والله هادي أقرب للجول اللي هو هذا من هادي مثلا شو المعيار؟ ممكن مثلا أنا أعتمد أنه رقم أنجل حسب مثلا ده أنا كنت بدي أرفع الرقم من الستاج هاي للستاج الأعلى لازم يكون عدد يعني قيمتها أصغر كمان مرة؟ يعني مثلا أنا بدي أنكل الستة ولا الثلاث للسطر الثاني باختار أنه عدد فيهم أصغر من الثاني طب هل هذا بديني يعني انطباع عنه قديش مستاج كونها قريبة من القول لا ممكن يكون الرقمين ولازم يكونوا بنفس السطر تمام خليني أقرب لكم إياها أنا عندي هنا S1 وهنا S2 واضح النوت بايدة اللي بكتب فيها وزهرة أمامكم على الشاشة نعم طيب أنا عندي القول الجي هاي أحنا اتفقنا أنه بتكون عندي أندرسكور واحدين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كيف بدي أحدد أنه هاي أقرب لهاي مثلا من هاي ممكن عدد الحالات أيوة ممكن عدد الحالات اللي بلزمش أغيرهم بالزبط يعني مثلا آه أوكي ممتاز تمام طيب الآن يعني نيجي نقارن أنه هاي السبعة مش في مكانها هاي واحد زائد اللي هو هالكيت أنا بحسب الأتش لا سواحد ليش بتساوي واحد زائد الاتنين في مكانها لا هاي الاتنين في مكانها لا مش في مكانها زائد واحد زائد تابعوا معاي كمان الأربعة في مكانها لا لبعده عفكرة دكتور الأولى الأسواحد في رقم خمسة متكرر مرتين طيب إيش ممكن تكون يعني واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذا نخليه ستة أوكي طيب كلهم مش في مكانهم صح بتحس أنه هاي اللي هي أصعب حالة بتكون بزا يعني هنا أنه بدي يكون الناتج أنه عندي تمانية خلينا ناخد كيس يعني بدي أجيب أس ثلاثة وبدأ تكون على سبيل المثال أنه أنا عندي إنه إنه واحد اتنين اربعة تلاتة خمسة ستة وي تمانية سبعة تمانية سبعة تمام وهذه بننقيسها بالجور فهنا بنجيب أس للأتش لأس تلاتة إيش بتساوي سفر سفر زائد سفر زائد سفر زائد واحد زائد نحضر شوي كمان واحد بعدين زائد سفر زائد سفر زائد واحد زائد واحد أربعة أربعة طب هيك واحد نين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة خنات مظبوط بتساوي أربعة أربعة مظبوط الكلام الحكاى جورج أنا اعتمدت عليه صحيح ما قارنتش أنا معا دكتور صح مظبوط مظبوط تمام فبالتالي هيك أنا مقدر أحكي إنه أس ثلاثة والله أقرب للجول مثلا من أس واحد تمام أس اتنين وأس واحد نعم على الأتش اللي أنا اعتمدت بالضبط بالضبط إيش فرضت الأتش اللي هو number of tiles misplaced number of tiles misplaced ممكن أقترح شغلة تانية شو ممكن أقترح ممكن المجميع ما بس ثابت لك ممكن إيش إنه المجميع بتثابت لك المجموع المجموع ثابت صحيحة ممكن عدد الحركات نستخدمها عدد الحركات اللي قدش ما تحرك جربت آه الآن بدياكم تطلعوا على هادي تمام إحنا إيش بدنا نوصلها بدنا نوصلها للكول السبعة في مكانها صح صحوا معي يا جماعة السبعة في مكانها لا 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 دكتور لا لا وين مكانها هاي عكد عشان تتحرك لمكانها كم ستب بحتاج واحد دين خمسة ثلاثة صحيح ثلاثة زائد يبقى السبعة عشان تروح مكانها بلزمها ثلاث خطوات أنا حكيت لك قربتي يعني مظبوط حكيت لك أنه يعني أنا معاكي مظبوط تمام الآن لتنين مكانها آه مكانها كيف مكانها نعم مش مكانها لا 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 القول جمنا مش مكانها واحد هاي القول يا جماعة نزمها بس خطوة كمان خطوة بالزبط القول الاثنين بدي خطوة واحد أيوان اعتمدت أن القول هي الستارت خلص الاربع بدي اتنين جيبوا قهوة معاكم المرة الجاية لما تيجوا على المحاضرة يا جماعة أنا منشرب نشرب محاضرة الصبح طيب الاربع برضو خطوتين خطوتين يا هيك هيك يا هيك هيك نعم صحيح زائد الخمسة خطوتين زائد الستة لا مش مش ستة هلقيت هذا فراغ 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 كنين كنين زائد الستة الستة واحد تلات تلات زائد التمانية تنتين تنين زائد التلات تنتين 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 الواحد تنتين والواحد واحد اتنين تلات برضو تلات الواحد تلات كدش بطلعه اربعة تمانية عشرة خمستاش عشرين رجعلي نمبر ففعلا بتديني انطباع لو جبت الستة تانية ممكن ان تكون محتاجة لحركات اقل عشان انه هي تكون قريبة من القول فبالتالي هي ازا نمبر فعلا بتديني انطباع انه هيك احنا بنشتغل على مختلفة يا جماعة مش زي بوخارست يعني مش زي خريطة بوخارست او خريطة رومانيا انو انا بدي مسافات بين مدن وصرنا نحكي straight line distance او نحط يعني نحط عدد المدن الموجودة بين كل بين النود وبين او نحسب المسافة المتراكمة زي هيك لا هنا احنا بنشتغل على بورد على game فبالتالي زي ما حكينا انو في عندي طريقتين للهوريستيك الطريقة الاولى انو انا بعد عدد التايلز اللي مش في مكانها الطريقة التانية بعد عدد الحركات اللازمة لكل تايل عشان تكون في مكانها الصحيح هذي بترجع نمبر وهذي بترجع نمبر والتنتين فعلا بيعبره عن النود هذي قريبة من 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 الجول تمام طيب اوكي طيب هذا يعني هنا بحكيلي انو لما انا مشيت اربعة ستيبز لما مشيت تمانية ستيبز لما مشيت اتناعشر ستيبز باستخدام ال uniform cost سيرش تمام انو انو هنا قديش عدد التايلز اللي حركتها تمام وهذي عدد النودز الاكسباند تمام هذي هنا حركت 13 تايل هنا حركت 39 تايل طبعا زي هيك وهنا عدد النودز هنا عملت اكسباند في اربعة ستيبز عملت اكسباند ل110 نود وهنا 6300 طيب واضح شو معنات ريلاكسيشن ريلاكسيشن شو معناته هاجيت احنا مش حكينا انو في الهيريستيك التاني انو انا بدي بدي اعيد عدد الستيبس عشان تكون السبعة في مكانها الصحير بس هل انا فعلا بقدر احركها مباشرة هيك هل فعلا انو السبعة عشان تيجي هنا بلزمها ثلاث خطوات لا 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 اكيد هذا هذا مفهوم ريلاكسيشن زي مفهوم الستريت لاين ديستانس انو انا انا تلعبك انو الاماكن فاضية بس بدي اود السبع بالضبط فبالتالي انا افطردت يعني زي ما في الستريت لاين ديستانس انو انا افطردت انو في طريق وهمي معبد كخط مستقيم بين المدينة هذه والتارجت هنا برضو انو انا بدي افطرد انو مش موجودة وفقط انو انا عندي طريق فاضية ممكن احركها بحرية وهذا يعني هذا الكلام مش صحيح لانو فعلا بيساعدك في تصميم الدالة وفي نفس الوقت الرقم اللي بيطلع يعني الا ما يدي لك انطباع انو اه والله النود هادي او الستيت هادي اقرب للقول من الستيت هادي ولا لا طيب يبقى هذي السلايد ايش الهيوريستيك هادي الهيوريستيك الاول اللي شرحنا انو عدد التايلز اللي مش في مكانها الصحيح وهنا بدنا نفترض انو ممكن احرك التايل في اي ديريكشن بدون اي عوائق وبدي اتجاه للتايلز التانية وهي اللي احنا حكينا عنه تمام زي ما حكينا انو السبعة بلزمها كمن هات انو ثلاث خطوات عشان تصير في مكانها الصحيح تمام فبالتالي انو هادي عبارة عن زي هيك 18 18 الحسبة يا جورج بحنقول احنا غلطاني دي حاجة يعني احنا طلعت معانا 20 حسب نا حسب طيب بجوز بجوز عنا اتنين زيادة يعني على اي اتحال مش 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 طيب هلقيت لما استخدمنا الهوريستيك التانية هادي هلقيت باستخدام الهوريستيك الاولى هادي حكينا انو في في اربع خطوات مية واثناش تمام وهنا 6300 واده دي تايز اللي تحركت هنا 13 وهنا 39 الآن في الهوريستيك التانية في الاربع ستيبس عدد التايز اللي تحركت 13 و39 تمام ولكن هنا انو دكتور يعني مش فاهم ما شو هاي الفور ستيبس الفور ستيبس بتي افترض انو انا بدي خليك تلعب بيت بازل اوكي تمام وخليتك انو يعني 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 خليت الكمبيوتر يلعب اربع اربع حركات انو هاي حرك هاي حركة بعدها صار المكان فاضي حرك الاربع هنا هاي الحركة التانية انسوا بعد اربع حركات انو كتري رسمناها احنا كتري اوكي انو بعد كديش حركات شو عدد الخنات اللي ضلت مش في مكانها بالزلط كديش عدد التايلز اللي تحركت وكديش عدد النود اللي 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 هنا هنا في هاتي انو كديش عدد النود اللي هو افرش نود افرش اما هنا اللي هو افرش نود اكسباند وين اوبتيم الماث الباث هاز فور ستيبس تمانية ستيبس اثناش ستيبس فهنا انو كمنهات انو هنا 12 و25 بتلاحظوا انو هادي الاعداد هنا اقل تمام باستخدام المنهات من ال number of misplaced tiles فمعنا الكلام معنا الكلام اللي انا بدي احكي كيف بدي اقارن انو والله هادي الهوريستيك افضل من المنهات مين احسن يا جماعة في ال eight puzzle نستخدم المنهات اللي هو عدد الحركات عشان نحط ال tiles في المكان الصحيح ولا نستخدم عدد tiles اللي مش في مكان ها الصحيح هاي ولا هاي مين افضل له هوريستيك طبعا هذا الكلام ببين لما احنا نجربها يعني نطبقها في search algorithm تمام وهنا بنقول انو والله الاداء كان انو احنا لقينا الحل مثلا في 15 خطوة وهنا لقينا مثلا في 8 خطوات او في 7 خطوات واتحط واتحط يا جماعة ايش المعيار اوات دكتور يعني اي هوريستيك function افضل بنروح بنطبقها في search algorithm ولما نلاقي optimal solution بنروح بنقول والله optimal solution التقى في كزا خطوة هنا وفي كزا خطوة هنا اللي بيكون عدد خطواته اقل فبالتالي بتكون هوريستيك function افضل بتحط او ماضح تمام طيب هيك بنكون خلصنا ال-A star ال-A star ايش مطلوب منا مطلوب منا انه انت بتعمل شغلتين ال-G وال-H ال-G سهلة بتجيب معلوماتها من ال-H بلزمك انت تطممها وحكينا انه هو محل اسئلة صح تمام ال-A star هو عبارة عن دمج بين ال-backward cost وال-forward cost اللي هو باختصار عبارة عن دمج بين ال-G وال-H او بين ال-uniform cost search وال-Greedy search تمام وحكينا انه ال-A star optimal يعني هو كالغورثم هو من افضل ال-algورثم افضل من افضل ال-search ال-algورثم اذا كان كان عندي هنا consistent heuristics انه انا صممت له heuristic function معقولة فعلا تعكس تديني معلومات كويسة عن انه حالة النود قديش انه هي بعيدة عن ال-target فبالتالي heuristic design is key تمام وهنا وهنا دايما بنركز على relaxed problem relaxed problems فهمنا ايش معناته او هو كما فهم انه انا يفترض ابسط ال-problem وامل assumption مش بالضرورة تكون صحيحة بس عشان ابسط تصميم the heuristic function تبعدي تمام الان search tree search algorithm احنا حكينا يعني حكينا عنه انه مرينا عليه انه 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 انا بدي اختار node node هذي اذا كانت ال-goal برجحها ما كانتش ال-goal بروح بعملها expand يبقى هي اذا كانت ال-goal بعملها return كمام else بروح بعملها expand وهكذا تستمر انا عندي في loop حكينا برضو كذلك اكدنا على مفهوم ال-one queue انه انا عندي في depth و ال-pre-death انه سواء كان leave او في ف بالاضافة للuniform cost search انه عبارة عن priority queue هيك بنكون خلصنا موضوع search بضل اذا في عندكم اي اسئلة او استفسرات مخصوص search كيف نلعب الشطر بس نلعبها بس تعرف وتلعب الشطر اوكي ام ام يعني خليني اعكد برضو على شغلة يعني بس انه انه كان ك evaluation function او ك heuristic function ممكن ترجع طب tick-tack-toe يعني ممكن تطلعوا على المصادر هذه ممكن احط لكم الروابط تبعتها انه بتساعدكم في التدرب على كيف تصمم heuristic function في عندكم tick-tack-toe الشطرنج الشطرنج مثالين وال it puzzle it puzzle احنا 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 عملنا لها discuss يعني اليوم او نقشناها ممكن تطلعوا على الشطرنج الشطرنج انه ببساطة انه بدي افكر في goal state ايش goal state انا عندي goal state هو عبارة عن اقول checkmate او او ايش شو بحكولها بالعربي checkmate كش ملك فالفكرة في الموضوع انه انا اخلي الملك مخاصر اي حركة بسويها بموت تمام هذا هو goal الان انا كيف اكون قريب من goal هادي شوية صعبة صحيح انا اصمم شغلة زي هيك عشان هيك انا حطيت فيه مثالين موجود هنا tick-tack-toe برضو هادي كويس انه انتو تدربوا عليها يعني حطلكم الروابط هادي على الموديل تمام كيف ممكن نصمم match function لل tick-tack-toe بدي اوكي يعني ممكن انتو يعني تعتبروا هدول المصادر كويس انه انتو تطلوا عليها وخلينا المخاضرة الجاية ان شاء الله بدي اصالكم فيها يعني عشان هيك انه يعني ممكن تعتبرو كreading assignment مش assignment assignment يعني كreading assignment انه بدي ايكم المحاضرة الجاية تحكولي انه شو فهمتو كيف ممكن نعمل evaluation لل tick-tack-toe انتو لاح تحكم مش انا اللي حاكي تمام وكذلك الشطرانش وكذلك 8 puzzle بدي عملكم زي blinkie انه لو ما يجوتوش المرة المرة الجاية انه مطلعين على هذي الشغلات حخلص عليكم تمام يا باية دكتور مليح ما انت كريب منا اوكي طيب اشار دكتور ان شاء دكتور بس اخر سؤال اذا ممكن بس تعيد الجي بس على السريع يعني الاتش فهمتها منيح منيح بس الجي لا هاي السلايد للمراجعة تمام يعني احنا هنا حكينا في الاول بدنا نعمل بدنا نعمل ركاب احنا في درس اليوم اوكي الان الونيفورم كوست سيرش على ايش بركز انه الاستراتيجي هذي على ايش بتركز انه اكسباند بطلع على النود بلاقي اللي اقلهم تكلفة هي اللي بيعملها اكسباند يبقى السيرش الالغوريثم هي عبارة عن استراتيجي في اختيار النود اللي بدي يعملها اكسباند فكيف بيختار النود بدور على اقل واحدة من ناحية تكلفة باختارها انا عندي هاي الاس تمام انا عندي واحد او خلينا نبدأ من اليسار ثلاثة تسعة واحد مين اقل هم تكلفة الواحد اعملها الواحد بي بالزبط البي شو عندي خيارات في الاسباند انو اروح على كيو هاي عملت اكسباند للبي وصار في عندي الكيو الان ما في سهم طالع منها شايفين بالزبط ما في سهم طالع منها فبالتالي ما بقدر عملها اكسباند هذه الشغلة الشغلة التانية انو انا بدي اطلع تلاتة ولا تسعة تلاتة ولا تسعة تلاتة اقل بعمل اكسباند للتلاتة اوكي التلاتة لما اللي هي عفوا الدي بعمل اكسباند للدي الدي عملت اكسباند لبي وصي وي تمام هاي اللي هي هاي الدي اللي هي السي والبي والي وكل واحدة التكلفة تبعتها تمام الان البي اربعة ليش اربعة هايو تلاتة زائد واحد اربعة اكي والسي ليش احداش تلاتة زائد تمانية تماني بالزبط تمام وهكذا تلاتة اتنين خمسة اوكي بعدين بختار الاقل الان انا ايش في عندي تسعة خمسة احداش اكي اربعة مين الاقل اربعة اعمالت اكسباند خلاص بعد الايفش عندي no way to اكسباند بروح اللي بعدو خمسة ولا 11 خمسة خمسة ولا 11 يا جماعة خمسة خمسة صحيح انتظر الا اروح لجي او اروح لسي فهاي جي انا عندي تمانية تمام الان جي وصلت لها هنا بعشرة بعشرة بالزبط بهذا الشكل فالان يعني الونيفورم كوست بيعتمد على دا لالجي واش هي الجي هي عبارة عن التكلفة التراكمية للانتقال بين الكوست يعني هاي مفهوم للجي وهي مرتبطة بالونيفورم كوست اما الاتش هي عبارة عن حكينا عنها في البداية واستخدمناها في الانجوريثم انو انا بتطلع على النوت دايما بروح بختار النوت الاقرب لل لالجول ستيت تمام الاسطار مستخدم الجي والاتش كومبينيشن بين الجي والاتش في دلة اسمها اف تمام هاي بالنسبة للجي ف اهي تمام رجعنا لل الاسطار الالجوريثم هاي هذا الكلام مواضح هذا غريدي شو بيستخدم الجي عفوا هذا الونيفورم كوست سيرش بيستخدم الجي والغريدي بيستخدم الاتش فبالتالي بدنا نتميج هم هما التنين تسوى بهاي استفيد تمام في اسئلة تانية نعطيك الالجوريثم اسلام لك طيب زي ما اتفقنا حطلكم في الموديل امثلة الامثلة الاخرى للهوريستيك فانكشن وضروري جدا تطلع عليها المحاضرة الجاية اوكي وهيك بدنا يكون في نقاش يعني نقاش نعم اخر سؤال بس اخر سؤال تفضلي محكية الاسطار هي عبارة عن مجموعة الاتش والجي يعني انا بحل السؤال مثلا بالجي وبحل بالاتش بجمع الرقمين لا 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 في كل ستب بعمل زي هيك مش بحل ومر بهايك ومر بهايك كمان مرة هي الاستار هنا دي اطلع الافلة كل نود بالزبط هنا بجمع هنا ستة اوكي اوكي هنا ثمانية هنا ستة هنا عشرة الان هذه مافيش خيار اطلع الاف وبروح بختار الاف الاقل في كل مرة زي هيك وبعمل اكسماند على هذا الاساس اوكي اوكي طيب اذا في عندكم اسئلة تانية كمان ما تترددوا اللي بس على اسئلة بنتدي له بونس على مات كيف هذا دكتور الله سلمك اوكي اوكي تمام هيك الامور تمام دكتور يا اطلع 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 شكرا اطلع 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 شكرا